حوالين مباراة القمة وحوالين المقترح اللي هو ان الاهل يلعب الجونة يوم 23 اللي هو اللعبة اللي جاي ثم يلعب القمة يوم 28 الاهل يرفض بشكل نهائي وبات لعب مباراة الجونة مهما كانت العواقل واحد لانه هو اتحده الكرة للعب في الجانب ولان فيه غضب دلوقتي من النادي الاهلي لما اعلنوا اتحده الكرة ان هو الانديا اللي بيجيب الموافقات الامنية ودللوا على ذلك بتصريحات الاستاذ عمر الجنيني رئيس اتحده الكرة من ان هو اجل اعلان الجدول كاملا او القرعة كاملة حتى يحصل على موافقة الامن على الملاعب في التوقتات دي اقول تاني الاهل يبضي غضبه الشديد من اتحده الكرة اللي قالك ان الحصول على موافقة الامن دي مسئولية الاندية لان النادي الاهلي النادي الاهلي لما يتم مطلبته بالحصول على موافقة الامن اللي هي في برج العرب مصر وان اتحده الكرة هو الذي تعهده في بداية الموسم بالحصول على الموافقات الامنية وان الجدول لما اتعمل في القرعة اللي اتعملت في ماريوت وان انت قطها قلت طب وفين المواعيد وفين الملاعب قالوا وقتها ان احنا بعتنا المواعيد والملاعب لالامن نحصل على الموافقة يعني انت معاك موافقتك على اقامة كل المباريات بملاعبها من الامن من قبل بداية الموسم وعشان كده صفقنا ليه الاستاذ عمر الجنيني ولجنته اللي هي بتسمى وفقا لتسمية اه لتحدي القرط غضب لجنة التطبيع فالفكرة ان الاهلي بقى في الزيارة دي واحد الرفض التام للعبة مبارات الجونة اقول لكم السبب التاني ايه اتنين ان اتحاد الكرة حصل على الموافقات الامنية وعلى الجدول الدور الاول كاملا من الجهات الامنية وان هذا ما اعلنه عمر بيت جنيني رئيس الاتحاد عمر تلاتة ان النادي الاهلي يمكن ان يلعب مباراة الجونة الناس التعاهد له لعب مباراة الجونة مع انتعب القيمة ٢٢٠ وما يلعبش القيمة ٢٢٢ غصب عن الكل ليه لان الزمالك عنده مباراة جنراسيون فوت يوم ٢٤ ماتش الجونة ٢٣ فالكلام ايه افرد الزمالك خرج من دور الابطال وراح الكنفودرالية يبقى عنده مباراة يوم ٢٠ هيبقى عنده مباراة يوم ٢٠ اللي هي دول ٢٢ مقرر في كأس الكنفودرالية فالأهل قالك لا أنا تاني ملتزم ببياني ملتزم مع جمهوري والمجلس اتفق على احترام البيان وقرارات كل مجلس الإدارة كان حاضر كل مجلس الإدارة كان حاضر كان حاضر خالد الدرندالي أمني السندوق كان حاضر خالد مرتجي كان حاضر إبرايم الكافراوي طرق أنديل محمد الضماطي محمد الجرحي مهند مجدي محمد سراج كل المجلس كابتن جوهر نبيل قلتلكم كان حاضر ولكنه استأذن عشان مرض والده دكتور الراني علواني بس اللي مكانش حاضر كل المجلس اتفق على التمسك بالبيان نظلا لهذه الظروف انك انت ممكن تلعب الجونة وما تلعبش القمة 28 ده لو حد تعهد مسؤول بارز تعهد ومسؤول سياسي كبير او امن كبير تعهد بدا اتنين ان الاتحاد الكرة قالك تجيبه الموافقات الامنية بينما هو جاي بالجدول فضر الاولاني وقالك احنا جبنا الموافقات الامنية على الملاعب وعلى التوقيطات من الجهات الامنية وان ده السبب في عدم اعلان الجدول مبكرة يبقى كده النادي الاهل المصر على رفض لعب مباراة الجونة خدوا بقى التانية ان جهاز الكرة يجر اتصالات مع عدد من الاندية للعب مباراة ودية يوم الاربعاء المقبل في توقيت مباراة الجونة وغالبا هتكون يا معا سيراميكا يا معا كيلوبات ربيد بيعملوا اتصالاتهم لسه فلسه ماخدوش قرار الامر الاخر بقى فوجة نظر انا ان رئيس نادي الزمالك لن يوافق على اقامة القمة يوم 28 لان بقى كان في توقف للدوري منتخب اولمبيا ومنتخب اولم يلعب بقى بعد يوم 22 افريقيا في نوفمبر عشان في تصفيات اتدارت الالعاب الاولمبياد منتخبات اللي بقى عندنا من يوم 8 اليوم 12 فانت لو ملعبش يوم 28 وعاليخ خير بقى شوف اتلعب بقى بتاع بالاهل لو ملعبش الجونة الجونة والاهل منتفقين ما يلعبوش هقول على حركة بتحصل او حصلت في انديات الدرجة الثالثة بتعكس مصر هذا الموز اتفقوا ان كل نادي يمثل محافظة فبيعملوا تصفيات مع بعض فالانديات يجي بينها وبنبعد وتعمل نفسها مصابة فالمباراة تكتمل كنوع من انواع الاعتراض النادي الاهلي لن يلجأ الى هذه الحلة هو الجونة وانما سيلجأ النادي الاهلي الى شيء واحد فقط هو التمسك ببيانه وبموقفه وبالاصرار على احترام جدول الدوري يبقى كده زيارة مجلس ادارة النادي الاهلي لكابت المحمود الخطيب في منزله تم التأكيد خلالها على رفض لعبة مباراة الجونة مهما كانت الظروف ومهما كانت التدخلات ان اي وعود سيتلقاها النادي الاهلي قد لا يتم تنفذها وده يخلي الزمال الخسر قدام جنراسيون وراح الكون فدرالية وده امر وارد انت بتكلم في كرة هما بحسبوها كرة يبقى انت كنادي اهل وكمجلس ادارة بقى شكلك وحش قدام مين؟ قدام عشرات الملايين من عشاق الفانين الحمراء في ربوع مصر والعالم فبالتالي الاهلي يراهن على التمسك بموقفه ودفع اتحاده الكرة الى احترام جدول الدوري جزيات تانية من اول يوم قلتلكم ان الناد الاهلي على يقين من ان مفيش خطاب من الامن بالتأجيل ان المسألة الشفوية من الرسول عمر الجنيني للمسؤولين في اتحاده الكرة وذلك خلال رحلته الى امريكا في رحلة عمل من خلال البنك اللي بيعمل فيه مصطر عمر الجنيني فمفيش جواب بالتأجيل مفيش جواب امني بالتأجيل دايما لما يبقى فيه تأجيل الامن بيباع الجواب وده حصل وتوزى على كل وسائل الاعلام ولكن نظرا للظروف الامنية تقرر تأجيل مباراة كذا وكذا الى موعد يحدد فيما بعد او الى موعد يحدد وتحدد الكرة فيما بعد نظرك ساطر ده اللي حصل امتى؟ ده اللي حصل في برات الاهلي وبيراملس النهاردة بقى بعد طرد فرجاني ساسي ارى ان رئيس نادس زمالك لن يرحب اقامة القمة مبكر لان عنده اصابات كتيرة عنده اصابات كتير وفرجاني كمان هيغيب هو اجل الدورة قبل كده عشان فرجاني ساسي مصاب وقال لك نعاوه بعد جاس الأمة فبالك بقى فرجاني هي بقى ايام انه ميلعبش ماتش يوم 8 عشين وعندك جنراسيون فوت فبالتالي وجي طرد في لعبة بسيطة يعني ما كانش ايه هو لو بقمته الفنية ما كانش مفترض يخش الدخلة العنيفة دي فبالتالي من المؤكد ان القمة سيكون موعدها في علم الغيب وزياد ثالثة علمت ان وزير الشاب والرياضة الدكتور قشف صبحي سيقوم بالزيارة الى الكابت المحمود الخطيب في منزله والتشاور والتباحث حول موعد مباراة القمة وضرورة لعبة مباراة الجهن انا بنقلكم كل وجهات الناصر الدكتور قشف صبحي سيقوم غدا بالزيارة اللي تقل بكرا اللي هو الحد ممكن ما يقلقاش بكرا مفقا للناس اللي قالوا لي وسيقوم بالزيارة لكابت المحمود الخطيب في منزله اللي اتمنع على سلامته وحل هذه الازمة وحل هذه الازمة وربما يرافقوا مسؤولين من اتحاد الكورة وربما يرافقوا مسؤولين من اتحاد الكورة بس دي مسألة صعبة لان عمر الجناني مش يرجع غير يوم 22 مش هيرجع غير يوم 22 اللي هو يوم التلابت ولمطش انت المطش العرب اه كابتن محمد فضلي بتصل يتطمن عليه الامور ماشي كابتن محمد فضلي نفسه انا سألته قبل ما اطلع معاك الله في النهاردة هل هناك جديد بشأن مباراة القمة ومباراة الجونة لا جديدة لديك طب يا كابتن انتو عندكو خطاب من نادي الاهلي بعدم اللعب عندكو كذا قالوا الله ما عندناش اي جديد ولا حد يفتح الملف تاني والموضوع عند الاستاذ عمر الجناني كرئيس للاتحاد ويتشاور مع المسئولين عن الامن ويتشاور مع الدكتور اشرف صبحي او مفيش محدش قلنا حاجة محدش قلنا حاجة جديدة ومفيش حاجة جديدة وأنا بحيي الكابتن محمد فضله على هدوءه الشديد وحتى عدم تسريب اي معلومة او اي حاجة تشعل فتنة او تؤدي الى غضب جماهير او اي حاجة كل واحد بيتصرف من منظوره التحكرة بتصرف من منظوره الاهل بتصرف من منظور مصلحته الزماج بتصرف من منظور مصلحته وبالتالي الدنيا لسه متحلات الموقف المؤكد الان هو تأكيد مجلس ادارة النادي الاهلي خلال زيارته لكابتن محمود الخطيب في السادسة مساء اليوم بمنزله اللي اتمنى على سلامته على التمسك ببيان رفض اللعب وان اول مباراة العامة النادي الاهلي هي مباراة الزمالك في الاسبوع الرابع في الاسبوع الرابع اتوقع ان ينضم نادي الزمالك الى النادي الاهلي برفض اللعب دلوقت خالص وتأجيلها بقى الى ايه الى موعد يحدد فيما بعد بعد التصفيات الافريقية للمنتخبات الالومبية الاهلي كده هيخسر فنيا هيلعب بقى مباراته الدية لان الدنيا هتتوقف كان ماشي اول 3 اسابيع زي الفل وعمل شغل زي الفل وبالتالي اه بالله عليك يا استاذ محمود صلاح زعلان لي يا ابني من الزمالك فاسد احنا مديني ازة مالك حق وانا كان يستحق الفوز اربعة مش اتنين بس استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فكده ده الموقف بالنسبة لمبارات القمة مبارات القمة مجلس الادارة يؤكد خلال زيارته للكابت محمود الخطيب على التمسك بالبيان ورفض لعب مبارات القمة مهما كانت الظروف لو تراجع الاهلي شأنه هقول ان الاهلي تراجع لكن انا بنقل دلوقتي اللي حصل في القعدة اللي كانت من ساعتين في بيت الكابت محمود الخطيب لان كابت محمود مطالب بالراحة التامة ثلاث أسابيع التامة ثلاث أسابيع فرجاني اساس هيتقف مبارات مش اتنين لانه مش طرد مباشر ده الانزار التاني ربما اللي يتوقف مباراتين هو اسموه ده سيف الجزير انه طرد مباشر انه طرد مباشر طيب كده خلصنا موضوع مبارات القمة هبص برضه على النقاط اللي عندي اللي انا هكتبها اه اه لا جديد الاعلمين او سيراميكا الاهل هيلعبهم في حال عدم لعبة مبارات القناة هيتبان يوم الثلاث الاهل مسافر القناة ولا لا يعني اخلال 48 ساعة هيتبان يعني الموضوع مش هيتسبك 48 ساعة يعني هيتبان فكرة ارسال الملاعب والامن دي مسؤولة الانديها تكلام ليش صحيحة لمسؤولة الاتحاد الكورة وفي قمع علنوق في بداية الموصل ما عمل القرع قالك احنا بعدنا كذا وكذا لما تيجي تقول لي بقى دلوقت اللايحة بتقول لي اقول لك اللايحة ده انت اللي قال بلسانك طب انت فرقت ايه عن اللي قابلك وانت اللي قلت جايب الموافقات كاملة من الامن واؤكد مفيش خطاب من الامن الاتحاد الكورة بتأجيل القمة وان الامر تم بناء على معلومات شفاهية من المسؤولة عمر الجنيني لجهات امنية وبالتالي لو الامن اللي قال له يا الله يقول لي فيه احتقان وكذا وكذا وبنفكر انا اجل القمة قال له اجل براحبك ده كلام ده مش قرار امن الامن بيباع الجواب لما يحب يامن كده وعشان كده الناس في النادي الاهلي قال لك ان ده كان اعتراضنا من الاول على تعيين العمر بالجنيني لانه معروف بتعصبه للزمان بانه مشجع متعصب احنا كلنا نسانة في بداية المسؤولية لكن انت وجهت نظر النادي الاهلي بننقلها فالك ربما هو نفسه اللي هو يعني الموضوع منه هو مش موضوع من الامن خاص انه لو توجد جهة امنية في مصر تواصلت مع محمد بي مرجان مدرع من النادي الاهلي او كابتن محمد الخطيب رئيس مجزدار النادي الاهلي مجزدار النادي الهلي